نضم إلينا الآن من العاصمة اللبنانية بيروت الكاتب والصحفي فايصل عبدالسيطر مرحبا بك سيد فايصل مرحبا بك وبضيفك الكريم أهلا بك سيدي يعني استمعنا لضيفنا هنا يقول إن النظام السوري يحاول إنشاء العديد من القوات التي تقاتل إلى جانب القوات النظامية قال تحدث عن أسود الشرقية ما يسمى بأسود الشرقية وعن الحجد الشعبي المكون من عناصر مقاتلين من حزب الله أيضا ميليشيات شعية لماذا يحتاج النظام السوري إلى قوات تقاتل إلى قوات الجيش بهذا الشكل يعني أولا لماذا يحتاج الجيش السوري هو لا يحتاج المطلوب من الشعب السوري أن يدافع عن وحدة أراضيه وأن يدافع عن سوريا أمام هذه الهجمة الشريفة وأن يدافع عن وحدة الأراضيه والجيش النظامي لكن لماذا يحتاج إلى مدنيين يضمهم من الجيش لم أكمل أول جملة أنت متحمس زيادة عن الزوم خليلي كمل الفكرة وبعدين أغطعني وقتنا محدود يا سيدي لذلك أتمنى عليك الدخول مباشرة في الموضوع أنا دخلت مباشرة بالموضوع أنا قلت أن الجيش العربي السوري لا يحتاج إلى مقاتلين بقدر ما تحتاج سوريا وشعبها إلى كل الجهود التي تبذل من كل أبناء الشعب السوري وربما تأخر هذا الأمر برأيه كان يمكن منذ زمن بعيد أن يضق النفير العام في مثل هذه القضية لعلمنا ولعلم الجميع وكل وسائل الإعلام تعلم أن جيشا من المرتزقة جاء إلى سوريا يقاتل فقط لتدمير سوريا ولتدمير الشعب السوري فلماذا تكون شتيمة عندما تقوم السلطات السورية بتجنيد أبناء العشائر أو أبناء المناطق للدفاع عن مناطقهم في وجه هذه الهجمة التتارية المغولية البربرية التي تقوم بها داعش وبعض الجماعات الأخرى بالمقابل كمان في حزب الله اللبناني يقاتل في سوريا في أيضا الجانب الإيراني يقاتل في سوريا يعني في أكثر من تشكيل يقاتل في سوريا إلى جانب الرئيس بشار الأسد من هنا كان السؤال ما حاجته لهذا التشكيل الجديد سؤالي لك يختلف يتعلق بهل يمكن استنساخ التجربة العراقية داخل سوريا هل في حاضنة شعبية يعني معروف أن الحشد الشعبي في العراق تشكل النتيجة يعني دعوة من السستاني نفسه إلى تشكيل الحشد الشعبي هل في ظروف مماثلة في سوريا لتشكيل حشد شعبي أولا الدعوة سيدة الكريمة لا تنطلق من مطلقات طائفية ولا من مطلقات مذهبية ولا في العراق انطلقت على هذا النحو